اشتركوا في القناة انتشر بكل أنحاء العالم هو الويب سايدز كل شركة اليوم هدفها أنه يكون موجودة على الانترنت حتى توصل لأكبر شريحة من المستهلكين انطلقتوا بيها المشروع من حوالي السنة رح نشوف وين صرتوا كيف تطورتوا شو العروض اللي عم تقدموها بمناسبة مروض السنة على تأسيس هايكارت دات كام بداية للي ما بيعرف عن شركة هايكارت خبرنا عنها شوي. مثل ما تفضلت وقلت هايكارت انطلقت من سنة تقريبا. اليوم هايكارت هي أكبر موقع للتجارة الإلكترونية في لبنان. بيقدم عروضات أو أصناف كبيرة أكثر من 200 ألف صنف من ألاف الماركات العالمية المستهلك اللبناني هلأ صار عنده فرصة أنه يتسوق هو قعد ببيته يوصل لمئات ألاف الأصناف بأكيد بعروضات مميزة ويطلبها توصل عنده على البيت بزرف يمكن تقريبا نهار عمل. هو أول موقع للتسوق أونلاين على الإنترنت في لبنان. مئة بالمئة. بيها الحجم تبتت دسوي. بيها الحجم وبهالفرائيتي اللي فيها. سو بتوصل عندك الأصناف على البيت بلا ما تتعزب تنزلي أنت وتشتري مجانا إذا كان الأوردر أكثر من خمسين دولار فيك تدفعي أو كردت كارت بطريقة أمنة أو فيك تدفعي كاشة عن دليفري عند الاستينام تمام نحن ما نقدم. ما فيه دليفري شارج لأكثر من خمسين دولار. فوق الخمسين دولار is for free نعم. هلأ تحت الخمسين دولار أوقات فيه عن عروضات مثل اليوم مثلا. نحن بنعمل فول free delivery لكل الأصناف يعني شو ما كان الأوردر. يعني فيه مفاجئات بتقدموها كمين للكستومرز أو الكلايينس. طبعا. حسب المنسبة. خاصة في لبنان. عنا عدد كتير كبير من المنتوجات اللي ممكن نختارها. شو بتشمل هلأ منتوجات أو البرادكت سيد المنتوجات طبع هاي كارت كبيرة مثل ما قلت لك فوق المتين ألف. يعني انت بدأك تعتبري حالك فيتي على مول. شو ما بدك تشتري من هيدا المول. اتسي وان ستوب أول شيء. يعني بدل ما نروح على المول والمول بيوصل لعندك بيجي لعندك بتفوتي بتتسوق من الماركات اللي بدك إياها. من الشابس اللي بدك إياها. وبتوصل لعندك على البيت. مش ضروري انت بقى تروح لعند المول ترجع تحمل الغراض واجي بيون. خاصة هلأ يعني بموسم الأعياد. نعم. هذه الشغلة كتير أساسية. ونعرف أن داعج تسير تكتر بيها الفترة. وكلنا منتجنب بهالموضوع. صحيح. ونحن اليوم نعتقد أنه اليوم نحنا بلشنا إذا بدك فتحنا البيب للموسم الجاية تبع الأعياد. عنده اليوم في عنا عروضات كتير مميزة. بيقدروا يفوتوا ويتسوقوا ويشتروا مننا ويستفيدوا اليوم للموسم اللي جاية. المنتوجات اللي ممكن نشوفها هي بس ماركات وأسماء محلية أو كمان عالمية. ماركات أسماء عالمية ومحلية. وكل شي بيخطر على بيرك. فتنا. هلأ عم نجرب لايف على الهواء ندخل على ويبسات highcard.com. كتير سهل البروسيس. عمليا كتير سهلة. هلأ أنا هون بدي أقولك أنه اليوم نحنا 11-11 ما بغير في إذا سمعت ب11-11 نحن صارنا شهر عم نحكي و11 is coming. مرور سنة على تأسيس ويبسات highcard.com. هيدا الأساس نحنا 11-11 اليوم هو بيكون بسئب عيدنا السنة. نعم. عيد الويبسايت. عيد الويبسايت السنة. وبهال مناسبة قررنا نشارك هذا العيد نحنا مع المستحرك اللبناني يلي يوسق فينا خلال هيدا السنة كمان. عم نقدم له رضات كتير كبيرة وهيدا عم نسميه the biggest shopping day ever ساير في لبنان على الأونلاين. تسوق على الأونلاين. نعم. اليوم عنا أكتر من 11 ألف أوفر من أصناف متعددة. بتوصل لحسابات للسبعين بالمية. فإذن اليوم تقريبا يعني إذا بدك منقول نحنا اللي بستحرك اللبناني إذا بدك عم بيخلق new trend جديد. عم بيكتب التاريخ بالإي كوميرس. لأنه بصراحة بكل سأبقول من ساعة 12 بالليل لهلأ آيلاف الـ purchase على الأونلاين. يعني بالظروف الاقتصادي اللي عم نمر فيها قدي بالفعل نحنا بحاجة لهيك عروضات. مية بالمية. وخاصة مع اقتراب بموسم الأعيال. صحيح. هلأ في شغلة يمكن أنه نحنا عروضاتنا يعني فوق التوقعات صار الطلب نمبرح لليوم. يعني هلأ المستهلك. يعني ما توقعته هل قد يكون في. صراحة. صراحة. هلأ. نعتزل للأشخاص اللي يمكن يفوتوا بدهم شغلة معينة. وما يلاقيوا. صراحة. نحن نجالب نعمل الـ replenishment لحالنا. بس أكيد في 11 ألف أوفر يعني سيستفيدوا من كتير إشياء. يعني the biggest one day sale بتاريخ لبنان. بتاريخ لبنان. عروضات مزهلة. صار اليوم. متى تنهار واحد. مية بالمية. وهذا العيد يعني. سبع المرة نص نهاره تقريبا. نصبح نوعينا على ألف الـ orders يعني. كلمة لهيك قلتلك. وراح تلحق وتوصلوا كل هالـ orders على الوقت ما بيكون في تأخيه. هو إجمالا إجمالا. إجمالا. التوصيل بيكون نهار عمل. نعم. إذا صار الـ order. بس أكيد بهيك حجم. كل الـ status العالمية بيقولوا انه بهيك عروضات كبيرة. تتأخر شوية يمكن. نهارين ثلاثة أربعة. إنما أكيد مش مقتل واحد يطلب من بره. بده بده ثلاثة أربعة جميع تتوصلوا. نعم. وفي عنا طريقتين للدفع. يا أونلاين عبر كريديت كارد. أو كريديت كارد. أو كريديت كارد. كريديت كارد صار كتير سيكيور. يعني يعطلهم الناس. يعني في كتير. بس لأنه في عندك عالم بتعطلهم. إحنا قلينهم كريديت 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 كارد. وخلي الـ order يوصل عندك. شوفه. وما عجبك. رده. عجبك تفع حقه. نعم. وإنما عنده كمان لمستهلك فرصة ثلاثة أيام. إنه يشوف الـ product. إذا ما عجبتنا أو الـ yes كان غلط. أكيد. بنقدر نبدله أو نرده. وهيدا الـ free of charge نسترجع كل مصرياتنا. وإحنا نجينا عندك. ناخدها. نرجع من الرده. وبترجع بتعامل order تاني. ونوصل لك. حلو. يعني كل التسهيلات متوفرة. أكيد. وآنلاين بقدروا يحصلوا على كل التفاصيل. صحيح. بتوصل على بيتهم يمكن بالنهار وثلاثة أيام. صحيح. 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 أنا في شغلي هون بدي أقوله أنه في trend جديد كمان. في كتير عالم عم يطلبوا online. Gifts. نعم. يعني. أنت نعزمت birthday أو نعزمت غدا أو عشا. ما عندك بحاجة هلأ تنزلي تبرمت حتى تجي بيل كدو. أنتو بتطرحوا عليهم أفكار؟ في أفكار. وفيك تفوت تتنقم من اللي بدك. وفيك تطلبي gift card كمان. يعني إذا بدك تاخدي gift card. بيوصل بطريقة كتير مرتبة. أو فيك تطلبيلة عندك تخديم معاك. أنتو بتعملوا delivery للشخص؟ أو نحنا منوصلوا للشخص كمان. وفي عندك تتكتبين نوت معينة. مثلا thank you for your invite. happy birthday and so on. كمان. هلو. هادي كتير trend هلأ صارت عم تكتر. وبتهيل العيشة قد عنده. ومغلف بطريقة ليئة لك هذه. مغلف. مغلف. وليئة. وبشوف الواحد حالو فيها. نعم. عروضات كتير مغرية. في كمان مسابقة راح تقدموها لها المنسبة. صحيح. كمان لأنه نحن بهذه الفترة قلنا عيد الهاي كارت. من واحد الشهر بلشنا مسابقة لليوم 11 شهر. يعني مين بيفوت على السايت بيقدر يفوت على السايت. في فوت على محل معين ويقبوض celebrate with هاي كارت. بس يقبوض celebrate with هاي كارت. بس يقبوض celebrate with هاي كارت. بفوت على draw معقول يربح ثلاثة آيفون اكس جديد. هادي فرصة. كمان هني وقاعدين بالبيت. هني وقاعدين بالبيت أكيد. بس أكيد بيكون لقد انت. حتى نقدر نعرف مين هو. لازم يكون لقد انت. وعمل هاي الكابسي. نحن منعلون النتيج اليوم. 11-11 على الساعة. 11-11 و11 دقيقة بالليل كبير. 11-11. 11-11. يعني بآخر هنهار تقريبا. وشفنا عملية الشوپنج عبر الانترنت مع المشاهدين. راح ترجع تعيدو هنهار. يعني يمكن في ناس تلحق اليوم. هيدا نهار مثل ما قلت لك. هيدا نهار بيجي مرة بالسنة على عيد الهايقات. هيدا ترند جديد نحنا حتى هنا. وأكيد لكل سنة راح يكون في عروضات أكتر وأكبر وأكبر. إنما نحنا من هلأ لآخر السنة في عنا كتير إشياء بعد يعني. أكيد لحنكون متواجدين بقوة على بلاك فرايدي وصايبر مندي. كمين. وطبعا موسم الأعياد كريسمس لحيكون فيه مفاجأات. هلو فحنسي عدد تعوروض خاصة بهذه المنسبة. مئة بمئة. منقللون هالسنة الشوپنج كتير هين. ما ضروري تتبهدل وتنزلوا على الطرقات. لح تاخدوا أحلى أصناف أحلى عروضات. وبتوصل عندكم على البيت. نحنا منشكرك لأنه بالفعل عم تسهل علينا هالفترة من السنة على قد ما هي حلوة. وكلها فرح ومحبة وعطاء على قد ما منع تلهم لأنه عجلات تسير كمين لا تحتمل أوقات سيد جوش. نحنا منشكر المستهلك اللبناني يعني فعلا عطانا ثقة يعني أكتر من ما كنا متخيلين. وكثير كثير عم يكون في تجاوب على هذا الكونسيبت. بدنا نحكي كمين كيف حابين تطوروا هالويبسايت. يعني طلقتوا من سنة النجاح اللي حققتوا توقع. تخطى توقعاتهم. وين رايحين بهالمشروع؟ نحن سمعنا أنه في أبليكيشن عم تشتغل عليها؟ أبليكيشن بدنا تنزل بهالقرب يعني. أول شي بدنا نكبر الويبسايت بطريقة أنه مثلا الفاشن بلشت. يوم بعد يوم عم بيزيد الأوفرز على الفاشن. بدا تبلش قريبا كمين. سير فيك تطلبي على هاي كارت. وبعدين من سنة الجي هي سنة توسعية لهاي كارت. يعني نحنا من بعد هذا الكونسيبت ما أصبت نجاحه بلبنان. نحنا منطلقين نقلرات لبرات لبنان. على المشرق العربي بأقل تقدير يعني. وبعدين. والخير لقدم إن شاء الله. خير لقدم. هل وجهته صعبات بالسوق اللبناني؟ لكي ما فيش هالكونسيبت جديد. نعم. يعني صعب نوثق بهالويبسايت. أول شيء. وأكثرهم اليوم بكل أنحاء العالم. وأدي فيه غش متعلق فيهم كمين. وكلنا وقعنا بهالفخ أوقات. هذا الكونسيبت يعني في عندك عالم خاف ويبلشوا فيه أول شيء. بسرعة أكثر من متخيل. احترموا هذا الكونسيبت. ولمسوا قديش فيه أدفانتيجز. البرودكس طبعاً 100% أثنتيك. نعم. فيهم وارنتيز. وكان فيه عندنا ريدي تجاوب كتير كبير. ما كان فيه صعوبات يعني مثل هذه الصعوبات الكبيرة اللي عمنا نقول عنها. من ناحية المستهلك أتليست. من ناحية التجار أول شي كانوا هيك سكبتكل إذا بدك لهذا الكونسيبت. لأنه في كتير شركات صغيرة بلشت قبل. بس هذا الكونسيبت ما فيك تبلشي فيه بشي صغير. بدي تكون فيه بلاتفورم كتير كبيرة. كتير متطورة. مع فريق عمل كتير كبير. وهذا اللي أصبت نجاحه. أكيد استمراري تكون لمدة سنة بها النجاح بدل على هالشي. أنا بشكر حضورك معنا سيد جورج عزار. وناطرين كل شي جديد من موقع هاي كارت. مرسي. أهلا وسهلا. وقفي أسيرة مشاهدينا ومتابع حلقتنا مع وطان ام تي في. وشو ناطركن الليلي بالسهرة.